اهلا بكم في النشرة الرياضية واصل منتخبنا الوطني للسباحة حصده للميداليات الملونة بدورة للعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجية والتي تستضيفها مدينة الدمان بالمملكة العربية السعودية حتى 27 من الشهر الجاري حيث اضاف الى رصيده ثلاثة ميداليات ملونة فضيتين وبرونزية في ختام المسابقة رافعا رصيده الى سبع ميداليات وهو ما يفوق حصده في النسخة الاولى عام 2011 عندما احرز ميداليات فضية واخرى برونزية وفي حصاد اخر حقق منتخبنا الوطني لكرة الطاولة المكومة من محمد عباس وانور مكي المركز الثاني والميدالية الفضية بعد وصوله للمبراطة النهائية امام شقيقه المنتخب السعودي الذي ظفر بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة للعاب الرياضية الخليجية اشتركوا في القناة